قررت القوات المسلحة فتح المتاحف والمزارات العسكرية كذلك منطقة العرض المكشوف ببنوراما حرب اكتوبر ذلك لاستقبال المواطنين مجانا غدا السبت بمناسبة احتفالات مصر والقوات المسلحة بيوم الشهيد والمحاربة القديمة يأتي ذلك بينما تشارك الموسيقات العسكرية في تقديم عدد من العروض الموسيقية والاغاني الوطنية بميدان الشهيد عبد المنعم رياض بالقاهرة تزامنا مع الاحتفال بهذه المناسبة ذلك في اطار حرص القوات المسلحة على نشر الوعي والثقافة العسكرية والوطنية لدى الشباب والعمل على تعريفهم بامجاد وبطولات ابناء مصر وتضحيتهم فداء لعزة الوطن وكرامته